نواصل حديثنا عن الصراع التنظيمي ونتحدث اليوم بإذن الله عن مصادر الصراع وهناك العديد من العوامل التي تساهم في إيجاد مناخ تنظيمي مفعا بالتناقضات والنزاعات داخل التنظيمات الرسمية ومن هذه العوامل محدودية المصادر وتنافس المنظمات على الموارد هذا بطبعه يقود إلى صراع ونذاع أيضا من العوامل التي تؤدي إلى نشوء الصراعات هي التداخل بين الأنشطة المنظمة وإعتماد هذه الأنشطة على بعضها البعض باعتبار أن هناك تداخل في الأنشطة هناك عدم تحديد دقيق لحدود كل نشاط وتحديد للمسؤولية أو من المسؤول عن كل نشاط هذا بطبعه يقود إلى وجود نزاع هذا بجانب محدودية المصادر نفسها الموارد سواء كان موارد مادية وبشرية أو تكنولوجية أو مواد خام أو قيرها مما هو متوفر في البيئة الخارجية يؤدي إلى شح هذه الموارد يؤدي بالطبع أو محدوديتها يؤدي إلى نشوب الصراع كذلك عدم وجود نظام اتصالات فعال يمت كل أجراء أجزاء التنظيم بالمعلومات اللازمة باعتبار أن نظام الاتصالات الفعال يقلل من نزألة وجود صراع لأن اتخاذ القرار في فروع التنظيم يتم بناء على ما يتوفر للمعلومات وفي بعض الأحيان قد تكون هذه المعلومات غير كافية غير مكتملة يكون فيها أو متباينة أو يكون فيها نوع من التناقض هذا كله بسبب عدم وجود نظام اتصال فعال أيضا من العامل التي تؤدي إلى ظهور الصراع هي مسألة مهمة وهي اختلاف الإدراك بين الأطراف التي دخلت في موضوع الصراع هذا بالإضافة إلى عدم تحديد الصلاحيات بوضوح وهذه تدخل ضمن إطار نقطة تحدثنا عنه هي التداخل في أنشطة المنظمة واختلاف الإدراك والاختلافات الفردية واختلاف القيم هو برضو من المسائل المهمة جدا التي تؤدي إلى الصراع باعتبار أن الأطراف بطبيعتهم يرقبون إلى فهم واستيعاب الطرف الآخر ولكن في بعض الأحيان قد يحدث سوء فهم بسبب اختلاف الإدراك على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي أو حتى اختلاف القيم وهو يعتبر من اختلاف الإدراك والفروقات الفردية هذه واختلاف القيم يعتبر من أهم الأسباب أو من الأسباب الرئيسية للصراع ثم شيء آخر متعلق بالإدراك كسبب من أسباب الصراع هو الاختلافات الفردية طيب مستويات الصراع التنظيمي أولا هناك صراع على المستوى الفردي فالفرد يجد نفسه في موقف يحتم عليه اختيار بديل من بما يمع من البدايل لا يرقب في أي منها يعني لديه أكثر بديل ولا يرقب في الاختيار بين هذه البدايل هذا يخلغ نوع من أنواع الصراع النفسي أو صراع الفردي أو أن يكون لديه أمرين في وقت واحد ولا يمكنه الحصول على حديما فهذا برضو يشكل نوع من القلق والتوتر أو عدم الاستقرار النفسي لدى الفرد هذا فيما يتعلق بالصراع على المستوى الفردي هناك أيضا الصراع بين الأفراد وهذا ناتج عن الاختلافات الفردية سوى كان اختلاف في القيم أو الإدراك أو الاتجاهات أو التجارب أو الخلفيات هذه جميعا تؤثر على أو حتى في الشخصية تؤثر جميعا على تقييم الشخص للأمور والمواقف وهذا التقييم يمكن أن يكون مختلف عن تقييم شخص آخر وبالتالي ينتج عنه صراع بين الأفراد وهناك أيضا من مستويات الصراع هو التناقض أو الصراع الذي يحدث بين الفرد والمجموعة أو التناقض الفرد والمجموعة وفي هذه المرحلة أو في هذا المستوى يكون الفرد ما بين قوانين وأنظمة الجماعة وما بين احتياجاته الخاصة وهذا يخلق له نوع من الصراع الجماعي لأن الأول فرد لديه احتياجات ويسعى إلى الوصول إليها أو له أهدافه الخاصة أهدافه الخاصة التي يسعى إليها وهذه الأهداف قد تنصدم أو قد تصطدم أو قد تتعارض مع أهداف المنظمة أو أهداف الجماعة فتعارض الأهداف يؤدي إلى نشوء صراع ما بين الفرد والجماعة كذلك عدم التوافق بين مطالب الأفراد ومطالب الجماعة يؤدي إلى الاترابات والصراع النفسي لدى الفرد ويدفعه إلى اللجوء لحلول مثل العدوانية مثل الانسحاب مثل البحث عن حل وسط وهذا كله يسمى بالصراع على مستوى الفرد مع الجماعة هناك الصراع بين الجماعات والصراع بين الجماعات يحدث مثل الصراع الذي يحدث داخل المنظمات بين الأقسام المختلفة في المنظمة الواحدة فمثلا قسم الانتاج وقسم التسويق يحدث بينهما الصراع حول اسلوب تأدية العمل ومثلا مدير الانتاج يقول نحن لا بد أن ننتج مدير التسويق يقول أن السوق لا يستوعب الانتاج وهكذا هذا الصورة أو قد يكون بين المدير المالي ومدير الانتاج مدير المالي مدير الانتاج يطلب اعتماد مالي ومدير الانتاج يرفض وهذه الاختلافات بين الأقسام تسمى صراع بين أو تصهر في شكل من أشكال الصراع بين الجماعات وأخيرا هناك صراع بين المنظمات والصراع بين المنظمات يحدث نتيجة للمصادر المتعلقة بشحة الموارد المالية المواد الخام الأيدي العاملة صراحة للأيدي العاملة صراحة للسوق أو كل طرف يسعي للحصول على نصيب الأسد في السوق أو يسعي للإستيلاء على سوق معين أو كل طرف أو كل منظمة تسعى إلى أن تكون الرائدة في هذا السوق وقيرها من أسباب تدفع المنظمات إلى الدقول في صراعات من أجل الحصول على أكبر قدر من أهدافها أو مقاومات حياتها يعني كل منظمة تسعى إلى أن تصل إلى أهدافها وبالتالي تدخل في صراع مع منظمة أخرى إلى هنا سأدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر